في هذا الفيديو سوف نتعلم كيف نصف تركيب الهيكل العظمي المحوري للإنسان وسنتعرف على وظيفة العمود الفقري والجمجمة والقفص الصدري كما سنتعرف على أنواع المفاصل الأكثر شيوعاً في الهيكل العظمي المحوري يتكون الجهاز الهيكلي للإنسان البالغ من 206 عظمات بالإضافة إلى جميع المفاصل التي تربط بينها والجهاز الهيكلي سمة تتمتع بها بعض الكائنات الحية التي تسمى بالفقاريات وعلى وجه التحديد تمتلك الثدييات والزواحف والطيور والبرومائيات وبعض الأسماك هيكل عظمية مشابهة لنا وقد تكيف هذا الجهاز الهيكلي ليؤدي عدداً من الوظائف فعظامنا تعد الموقع المخصص لإنتاج خلايا الدم كما تلعب دوراً في جهازنا المناعي إذ إنها تخزن أيونات ومعادن معينة وربما الأهم من ذلك هو أن الهيكل العظمي يشكل هيكل أجسامنا ودعامته الداخلية كما أن عظام الهيكل العظمي تمنح الجسم شكله الفريد وتسمح بالحركة وتحمي أعضاءنا الأكثر حساسية وأهمية ينقسم الجهاز الهيكلي للإنسان عادة إلى قسمين هما الهيكل العظمي المحوري والهيكل العظمي الطرفي يحتوي الهيكل العظمي الطرفي على عظام الأطراف وهي التي تمثلها الذراعان والساقان في البشر كما يشمل الهيكل العظمي الطرفي أيضاً العظام المسؤولة عن ربط هذه الأطراف بالجذع أما بالنسبة إلى الهيكل العظمي المحوري فيشمل العظام الموجودة حول المحور الرأسي للجسم إذ يحتوي الهيكل العظمي المحوري على الجمجمة والقفص الصدري والعمود الفقري ويشار إليه أيضاً بالسلسلة الفقرية دعونا نلقي نظرة فاحصة على تشريح الهيكل العظمي المحوري وسوف نبدأ بدراسة الجمجمة جمجمة الإنسان عبارة عن تركيب مكون من 22 عظمة مختلفة ويسمى الجزء المستدير الكبير من الجمجمة بالقحف وتكمن الوظيفة الرئيسية للقحف في حماية الدماغ إذ يحتوي القحف على العديد من العظام الصفائحية الشكل ذات القوة والصلابة الخاصة يتمثل بعض هذه العظام في العظم الجبهي في مقدمة الرأس والعظم القذالي في مؤخرة الجمجمة والعظم الجداري الذي يغطي الفصوص الكبرى من الدماغ والعظم الصدغي الموجود بالقرب من الأذنين ويحتوي الجزء السفلي من القحف على فتحة تسمى الثقب الكبير إذ تشير كلمة ثقب إلى أي فتحة طبيعية في العظم ويسمح الثقب الكبير باتصال الحبل الشوكي مع الدماغ يحتوي الجزء الأمامي من الجمجمة على عدة عظام غير منتظمة الشكل تسمى عظام الوجه بعض عظام الوجه هي تلك الموجودة في محجر أو تجويف العين والعظم الوجني وعظمتي الأنف الصغيرتين تدعم عظام الوجه وتثبت جميع عضلات الوجه التي تمكننا من التحدث والرمش والتواصل باستخدام تعبير الوجه المختلفة ويتصل عظم الفك بأسفل الجزء الأمامي من الجمجمة ويسمى أيضا بالفك السفلي توجد الأسنان بداخل الفك وغالبا ما تعد الأسنان جزءا من جهازنا الهيكلي إلا أن الأسنان لا تتكون من عظام فالأسنان أكثر متانة وصلابة من العظام ولكنها غير قادرة على إصلاح نفسها عند تعرضها للكسر مثل ما يحدث في عظامنا يمكن أيضا تقسيم الجمجمة إلى جزء أمامي وآخر خلفي خلفي هي كلمة تعني الخلف أو الوراء وأمامي تعني المقدمة أو الجانب الأمامي ويشير مصطلح الجمجمة الخلفية عادة إلى عظام القحف ويشير مصطلح الجمجمة الأمامية عادة إلى عظام الوجه والفك السفلي دعونا بعد ذلك نلقي نظرة على عظام القفص الصدري من الشائع أيضا تسمية القفص الصدري بالهيكل الصدري وهو ما يؤدي عدة وظائف مختلفة إذ يربط بين عظام وعضلات الذراعين والجزء العلوي من الجسم ويوفر الدعامة لهذه الأعضاء كما يحيط بالأنسجة الحساسة للرئتين والقلب ويحميها هذا إلى جانب أعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلا ويربط بين عضلات الحجاب الحاجز والعضلات الوربية ويدعمها ما يسمح لنا بالتنفس يتكون القفص الصدري من عظام الضلوع وعظمة القص والفقرات الصدرية ويبلغ عدد الضلوع 12 زوجا من العظام المقوسة والمسطحة وتمتد من العمود الفقري في الجزء الخلفي من الجذع إلى عظمة القص في الجزء الأمامي من الصدر ترتبط الضلوع بعظمة القص عن طريق نوع خاص من الغضاري في يسمى الغدروف الضلعي زوجا الضلوع السفليان أقصر من الضلوع الأخرى ويشار إليهما باسم الضلوع العائمة لأنهما غير متصيلين بعظمة القص على الإطلاق من الشائع تسمية عظمة القص أيضا بعظمة الصدر ولا يقتصر دور عظمة القص على الارتباط بإجمالية 20 ضلعا من الضلوع البالغ عددها 24 ضلعا فحسب بل إنها تمثل أيضا نقطة ارتباط الذراعين من خلال عظمتي الترقوة والفقرات الصدرية عبارة عن 12 عظمة من العمود الفقري تتصل بالضلوع والآن بعد أن استعرضنا تشريح القفص الصدري دعونا نستعرض تشريح العمود الفقري يمتد العمود الفقري الذي يسمى أيضا بالسلسلة الفقرية من قاعدة الجمجمة إلى أسفل الحوض ويوفر العمود الفقري الدعامة والحماية للحبل الشوكي ذي القوام الضعيف والمسؤول عن نقل الرسائل من الدماغ وإليها وتسمى عظام العمود الفقري بالفقرات ويتألف العمود الفقري من 24 فقرة منفردة تسمى الفقرات السبع الأولى الفقرات العنقية وتشير كلمة عنقي إلى ارتباطها بالعنق أسفل هذه الفقرات نجد 12 فقرة صدرية وقد تعلمنا بالفعل أن كل فقرة من الفقرات الصدرية تتصل بزوج من الضلوع بعد ذلك لدينا خمس فقرات قطنية وهذه هي فقرات الجزء السفلي من الظهر عند نقطة ارتباط العظام مع الجزء الخلفي من الحوض نجد العجز الذي يسمى أحيانا أيضا بالفقرات العجزية العجز هو صفيحة مكونة من خمس فقرات ملتحمة معا وتعد عظمة واحدة ويتدلى أسفل العجز العصص ويسمى أحيانا أيضا بالفقرات العصصية العصص هو مجموعة من أربع فقرات صغيرة ملتحمة ويشار إليه أحيانا أيضا بعظم الذيل وتأخذ كل فقرة شكلا فريدا وتصبح الفقرات أكبر حجما وأكثر سمكا كلما نزلنا أسفل العمود الفقري وتصبح أقل سمكا كلما اقتربنا من الجزء العلوي وذلك لأن الفقرات السفلية تدعم القدر الأكبر من وزن الجسم مقارنة بالفقرات العلوية وعلى الرغم من أن كل فقرة لها شكلها الفريد فهناك بعض السمات المشتركة بينها جميعا يوضح هذا الشكل مقطعا لأحدى الفقرات الصدرية من الأعلى بالنظر باتجاه الجانب الأمامي من العظمة نلاحظ أن كل فقرة تحتوي على جزء يسمى جسم الفقرة والذي يتراس مع الفقرات الموجودة فوقه وأسفله كما تحتوي كل فقرة على فتحة تسمى الثقب الفقري وهي المنطقة التي يمر عبرها الحبل الشوكي وفي الجزء الخلفي من العظمة يمتد من كل فقرة بروز واحد على الأقل يسمى النتوء هذه هي نقاط التثبيت للأوتار والأربطة التي تدعم الجسم وتتيح له الحركة المفاصل هي الاسم الذي نطلقه على مواضع الارتباط بين عظمتين أو أكثر توجد ثلاثة أنواع رئيسية من المفاصل في الجهاز الهيكلي للإنسان بعضها أكثر مرونة أو قدرة على الحركة من غيرها أنواع المفاصل الرئيسية الثلاثة هي المفاصل الزلالية والمفاصل الغدروفية والمفاصل الليفية المفاصل الزلالية هي النوع الأكثر قابلية للحركة ويرجع ذلك إلى أنها مبطنة وزلقة بفضل نوع خاص من السوائل يسمى السائل الزلالية وتوجد المفاصل الزلالية في الهيكل العظمي المحوري عند التقاء الجمجمة بالعمود الفقري وكذلك عند التقاء عظم الفك بالجمجمة المفاصل الغدروفية تتمتع بقابلية جزئية للحركة وفي معظم الحالات تكون غير قابلة للحركة وترتبط العظام في هذه المفاصل بعضها ببعض عن طريق الغدروف تشمل بعض الأمثلة على المفاصل الغدروفية في الهيكل العظمي المحوري مواضع ارتباط الضلوع بالغضاريف الضلعية والمفاصل بين كل فقرة من الفقرات المفاصل الليفية هي مفاصل غير متحركة وعلى قدر ضئيل جدا من المرونة ترتبط هذه المفاصل بعضها ببعض من خلال ألياف صلبة وتتضمن بعض الأمثلة على المفاصل الليفية في الهيكل العظمي المحوري المفاصل الدرزية بين عظام القحف الصفائحية الشكل إذ تدمج هذه المفاصل القوية والصلبة عظام الجمجمة معا في تركيب واق وصلب واحد يحوي الدماغ وهو عضو حساس ومهم وعادة ما تكون مفاصل الهيكل العظمي المحوري أقل قابلية للحركة مقارنة بالمفاصل الموجودة في الهيكل العظمي الطرفي بعد أن تعرفنا الآن على تشريح الهيكل العظمي المحوري وأنواع المفاصل الموجودة بين هذه العظام دعونا نتناول سؤالا تدريبيا ما مكونات الهيكل العظمي المحوري ألف الحزامان الصدري والحوضي وعظام الذراعين والساقين باء العمود الفقري وعظام الأطراف والحزام الصدري جيم الجمجمة والحزام الحوضي أم دال العمود الفقري والجمجمة والقفص الصدري يتمحور هذا السؤال حول الجهاز الهيكلي إذ يطلب منا تذكر المكونات أو الأجزاء التي يتكون منها الهيكل العظمي المحوري الذي يمثل جزءا من الجهاز الهيكلي يتكون الهيكل العظمي للإنسان البالغ من 206 عظمات بالإضافة إلى جميع المفاصل التي تربط بينها وغالبا ما ينقسم الجهاز الهيكلي إلى قسمين هما الهيكل العظمي المحوري والهيكل العظمي الطرفي يتكون الهيكل العظمي الطرفي في البشر من الأطراف التي نسميها الذراعين والساقين كما يشمل الهيكل العظمي الطرفي أيضا العظام التي تربط الأطراف بالجذع وهذا يتضمن الحزام الحوضي وكذلك الحزام الصدري يشمل الهيكل العظمي المحوري العظام التي تقع على طول المحور المركزي لجسم الإنسان وحوله وهذا يتضمن عظام الجمجمة وعظام القفص الصدري وكذلك عظام العمود الفقري الذي يسمى أيضا بالسلسلة الفقرية إذن فهذا يعني أن مكونات الهيكل العظمي المحوري هي العمود الفقري والجمجمة والقفص الصدري دعونا نختتم هذا الدرس باستعراض بعض ما تعلمناه في هذا الفيديو تعرفنا على تركيب الهيكل العظمي المحوري ووظيفته يتكون الهيكل العظمي المحوري من عظام الجمجمة وهي العظام التي تحمي الدماغ والقفص الصدري الذي يحمي القلب والرئتين والأعضاء الحيوية الأخرى وكذلك عظام العمود الفقري الذي يسمى أيضا بالسلسلة الفقرية وهذه العظام مسؤولة عن حماية الحبل الشوكي